سكان العاصمة العلمية فاس رجالاً ونساءً ومنذ فتح المركز الجهوي لتحاقن الدم أبوابه حج بكثافة لتبرع بدمهم تضامناً مع ضحايا الزرزال وتعزيز مخزونات هذه المادة الحيوية بالمستشفيات جينا اليوم باش نلبه النداء الوطني الإنساني والله سبحانه وتعالى كيقول في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً يعني احنا كن نساعد الإخوان دينا يعني اللي تضروا بهذا الزلزال وهذا يعني دعوة لجميع المواطنين باش يقوموا بعملية صبر المعروفة لي نحنا كمغاربة كان بيئنا التضامن تربين يعلي بيئنا التضامن دينا وهذا أكبر حدث لي ممكننا بيئنا على التضامن دينا ونتعاونوا بعضياتنا نحنا كمغاربة توافض المواطنين بأعداد كبيرة إن دل على شيء إنما يدل على روح تضامن وتعاون التي تميز المغاربة الذين رفعوا شعار قطرة دم تساوي إنقاذ حياة مواطن تلاح ومتأذر دي المواطنين المغاربة بحيث أن الناس جايين باش يتبرعوا بالدم وصابرين وقالسين راها يعني نكسر من ثلثمية واحدة بلي مسجلين والناس قالسين باش يسامحين في الغداء وفي كل شي وقالسين باش يتعرف حب الوطن المركز الجهوي لتحاقن الدم بفاس سيواصل فتح أبوابه طيلة أيام الأسبوع لاستقبال المواطنين الراغبين في التبرع بدمهم وإنقاذ الأرواح البشرية المتضاررة من هذا الزرزال ترجمة نانسي قنقر